لبناء دولتنا وإحداث التغيير المنشود من نظام شمولي ديكتاتوري لحزب واحد إلى دولة مدنية حديثة متحضرة يتمثل في أهمية تحقيق السلام والذي بات غريبا والإصلاح الغانوني والخدمة المدنية والحريات وأجريت فيها جملة غوانين من مطلوبات الصورة كما تم غضع أشواد بعيدة في تهييل وهيكلة وعقيدة المؤسسة العسكرية ولا زالت الإصلاحات تمضي غدم أخي الكريم رئيس مجلس السيادة الانتغالي القائد العام للقوات المسلحة جملة مبادرات للغطاع الاقتصادي للدولة لتكامل الغطاع الاقتصادي العسكري والمدني لقيادة تعافي الاقتصاد الوطني لم تنفذ لبطء لازم عمل الجهاز التنفيذي للدولة إن جميع شركات المؤسسة العسكرية هي في الأصل صندوق للضمان الاجتماعي للفرد العسكري وتستقطع أموالها من راتبه شهريا منذ تأسيس الصندوق في العام 1972 ميلادية وتخضع جميع الشركات للمراجعة العامة للدولة والضرائب والجمارك كاملة قير منقوصة وأن العسكر كما يضحون من أجل شعبهم ووطنهم جاهزون للجلوس مع الحكومة التنفيذية لوضع خطط متكاملة وشراكات زكية مع البنوك والغطاع الخاص من أي تعافي الاقتصاد وتحسين معاش شعبنا الكريم إننا نريد التعاون بين أجهزة الدولة لصالح المواطن وطموحات شبابنا الثائر ولا نريد التكسب في عداء بين العسكر والمدنيين لخدمة الأجندة الوطنية الخالصة وإبعاد أي أجندة تضمر فناء كيان الدولة السودانية والعسكر هم أبناء هذا الشعب كما يترقب شعبنا تحقيق العدالة الانتغالية وجبر الضرر وأهمية الوصول بأعجل ما يمكن لنتائج لجان التحقيق خاصة جريمة فضل الاعتصام فإن وجهت لنا اتهامات فجاهزون بالصدر رحب لحكم الشعب وإذا كنا بريئين فسنعفو لمن أساء إلينا واتهمنا ذورا ونلتفق جميعا لتخليد ذكرى شهدائنا الأبرار وإحقاق الحق في أسرهم الكريمة ومعالجة الجرحة فهم رموز والشموع ثورتنا المجيدة وحتى نسهم جميعا في خلق البيئة الملائمة لنجاح الفترة الانتغالية ويبتعد الذين يتكسبون سياسيا من هذه الجريمة ويعرقلون سير الوطن في اتجاه تحقيق أهدافه وغاياته وطموحات شبابه الثائر شعبنا الكريم إن تعافي الإختصاط ليس بهدم وتدمير مؤسسات الشعب الناجحة إنما بالاستفادة منها في رفع المؤسسات التي دمرت خلال العهد السابق وتعزيز الصادر والعمل بجهد للسيطرة على حصائل الصادر وزيادة إنتاج البترول وإصلاح حقول بترول أشقائنا في جمهورية جنوب السودان لفائدة الشعبين الشغيغين وتمزيق فاتورة الغمح بالاستفادة من إمكانيات شركة زادنة وليس تدميرها ودعم منظومة الصناعات الدفاعية لجلب العوائد للدولة وتأهيل المشاريع والمحاورة الذراعية لشباب السورة للعمل وبناء الوطن الذي يحلمون به وترضى البطالة شعبنا الصابر الصامت شبابنا الواعي بناتنا سليلات كنداكات الحضارة النوبية في كل بقعة في بلادنا الحبيبة نؤكد لكم أن جيشكم سيحمي ثورتكم ثورة الدماء والدموع وسيلبي رغباتكم وسيعمل داخل ومع منظومة الدولة في تناغم وإنسجام تامين كما تؤكد لكم لجنة تفكيك التمكين إنها جاهزة الآن لتسليم لجان وذارة المالية من أصول وخلافها ما يسهم بقدر كبير في دعم تعافي الإغتصاب والتأسير على معاش شعبنا الكريم وماضي أيضا وبعزيمة لا تلين في سبيل تفكيك تمكين دولة النظام المباد ومحاربة الفساد واسترداد كل الأموال المنهوبة وفك ارتباط مفاصل الدولة من الدولة العميغة لصالح دولة أبناء ثورة الشعب شعبنا الكريم شبابنا الميامين إن الطريق طويل طويل وشاق وملئ بالحفر والمطباط والشائعات وأفكار هدامة قير سوية فنحن نريد مواكبكم لإزكار روح الثورة ولهيبها ولن ينطفي بإذن الله وبروعة ونغاء الثورة ونريد إبداعاتكم الخلاغة في التناصح وجرد الحساب كما نريد المشورة والابتكار الخلاق وذلك يأتي بتنظيم أنفسكم وربطها بالحاضنة السياسية غوى إعلان الحرية والتغيير وشباب الولايات في المدن والفرقان وجميع الأحياء والمشاركة الفاعلة في البناء الوطني نحن أكثر غوة بكم وأكثر تفاؤلنا اليوم وأكثر إيمانا بأننا سنخرج جميعا ببلادنا الحبيبة لبر الأمان بالعمل وليس بالبحث عن شماعات للفشل بالفكر البناء وليس بالأجندة الضيغة التي تخدم مصالح سياسية هي فوق مصالح الوطن لكم التحية ولكم الاحترام ولكم التقدير أبناء شعبي الكريم وأطيح الفرصة لأخي الكريم الأستاذ محمد الفاكسي اليمان عضو المجلس السيادي الرئيس المناوب للجنة إزالة تفكيك تنظيم نظام الثلاثين من يونيو شكرا طيب السلام عليكم ونحن نحتزر عن التأخير يعني الناس مترقبة كذا المؤتمر من الساعة سبعة ولكن مزيد من النغاشات حول الغيابة الطويل والقضايا كثيرة جدا اللي حيعلن عنها اليوم وفي الغريبة العاجل هذا المؤتمر بيجي في فترة حرجة جدا وصعبة جدا بيتمرباء للبلد ودائما تكسر الأسئلة في هذا الوقت أنه هل المؤتمرات هذه المؤتمرات تستخدم لتضليل الرأي العام وتستخدم للتقدير هذا عمل ثوري مستمر لم يتوقف يوم واحد ولا يتأثر بالإعلام ولا يتأثر بالهجوم المكسف على لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو أحد أغواء حصون الثورة السودانية واحد استهداف هذه اللجنة هو استهداف لروح الثورة العمل اللي نحن بينقوم به والتأخير اللي نحن تأخرناه والوقوف اللي وقفناه في الفترة الماضية أفضل أنه يتكلم عنه بصراحة وقفنا لبعض الترتيبات الإدارية نعم ولكن وقفنا أيضا لأن اللجنة إيقاع كما قلت في المؤتمر السابق أسرع من إيقاع أي مؤسسة في هذه الدولة كل الوزارات وكل المؤسسات وكل الجهات الأكاديمية وحتى اللجانة التي نتعامل معها لا تسير بزات الإقاع السريع الذي يتسير به اللجنة ده عمل على اللجنة يعني ضغط كبير جداً في فترة ما والكلام اللي نحن بنتابعه في الإعلام عن أنه الأجهات المختصة اللي نحن مفروض تتسلم من اللجنة التفكيك التمكين المؤسسات هذا لم يحدث هذا لم يحدث وده عمل علينا ضغط كبير جداً فبقينا وجودين في اللجنة بصورة يومية بدلاً عن نقرى الملفات ونتابع التقارير ونبحث عن أعضاء النظام السابق ونستدعيهم للتحقيق وغيره بقينا نحن مخارطين في عمل يومي لمتابعة الملفات التي تم استردادها لن يتفكيك التمكين بالدير أكثر من 120 موقع موجودة فيها الليلة الشرطة والغوات المشتركة اللي تابع لللجنة واللي مفروض تتابع مهام التنفيذ هي موجودة الليلة كحراسات موجودة كحراسات في هذه الأجهات المختلفة لأنه لم يتم تسلمه ده برضو عملين شلل في الغوات الأمنية اللي نحن بننفس بها العمل بتاعنا اليومي تطاول أهد عدم استلام هذه المؤسسات وهذه المؤسسات عندها إدارة يومية يعني نحن بجوعة الصوار اللي نحن دربناهم على عمل محدد بيقوا مخارطين في إدارة المزارع وسجي الشجر وتوفير العلف للأبغار والدواجن وغيرها من الإشكالات الكبيرة جداً ولن نحن أحرص الناس على تسليم هذه المؤسسات هذه الأموال أموال يحتاجها الشعب السوداني ويحتاجها الآن وليس غداً مجموعة من البنايات التي تدر إيجارات وعوائد عالية جداً لا تحتاج أكثر من المرور عليها فقط لجمع هذه الإيجارات خزينة اللجنة بها عدد كبير جداً من الأمانات لم يتسلمها مننا أحد نحن نطالب الناس الغيام بمزولياتهم ونحسهم ونخبر الشعب السوداني على أن لجنة تفكيك التمكين تأخرت كثيراً وعملها لم يصير بالسرعة المطلوبة لأن هناك جهات أخرى مناطبها أن تتسلم هذه المؤسسات لم تتسلم هذه المؤسسات نحن نتوقع في الإدارة الجديدة والصندوق الذي تم تكوينه في الأيام السابقة أن ينهض لملفات مؤجلة من شهر واحد نحن يومياً في اللجنة نستقبل مئات الناس التي توقفت مؤسساتهم وبيطالبها برواتبهم عايزين رواتبهم أخوانا ودحق ونحن التزمنا بالدفع هذه الرواتب بعض الرواتب نستدينا وهذا غير منطقي بالنسبة لنا أنه نحن نتابع استدانة الأموال من مؤسسات ودفعها للآخرين لأنه هناك جهات يجب أن تقوم بهذا العمل ذلك نتوقع من صندوق الأموال المستردة الذي توقف مكوينه حديثاً بأن يفتح وظائف للسوار من أبناء الشعب السوداني متخصصين في الاقتصاد وفي المحاسبة وفي الهندسة وفي غيره وأن يكون أتوقع أن يكون هذا الصندوق به عدد آلاف من الموظفين لأنه سيدير أكبر مؤسسات اقتصادية موجودة استردتها هذه اللجنة وبعضها أصبح يعمل بوتائر مخفضة وبعضها موضوع عليه الحراسات هذه مزهولية ويجب أن نتكلم هذه أموال طائلة يجب أن نستفيد منها الشعب السوداني في هذه الضائغة الاقتصادية نحن بنتكلم عن فرص ضائعة على السودان نحتاج لتأهيل مئات المشاريع الزراعية وأنا بتكلم كثير مع الوزر باعتبار أنه أنا مهتم بي الموضوع بتاع الزراعة هذا تكلم مع السيد وزير الري قال لي نحن عندنا مئات المشروعات الزراعية اللي كان فيها خمسة ألف فدان وعشر ألف فردان وغيرها محتاجة فقط ما لا يزيد في المرحلة الأولى عن خمسة وعشرين مليون دولار لإدخال أكثر من ثلاثين مشروع زراعي في ولاتيس النار والنيل الأبيض بمساحة إجمالية تقدر بثلاثة مليون فدان يعمل فيها مئتين ألف من السودانين لأخواننا الصورة الحقيقية اللي نحن نتكلم عنها عودة السودان وحياء الريف وتطوير الزراعة والارتغاء بالإنتاج يجب أن نستفيد من هذه المغدرات نحن في لجنة إزالة التمكين مستعدين لتسليم كل هذه الأشياء بل نطالب أن يتم تسليمها لأن أي تأخير إضافي علينا سيؤدي إلى تأخير عملنا توقفنا في الفترة الفاتت ناتج من أننا أصبحنا ندير هذه المؤسسات وهذا ليس عملنا إنما عملنا هو الانخراط في تفكيك النظام وغيرات الملفات ومتابعة الأموال التي نهبت وهي أموال طائلة برضو في طريقة تانية للهجوم على اللجنة وأنا طوالي بنبه لها في الإعلام النغاشات الدائرية التي لا تفضي لشيء يبدو لك بل إيش معنى اخترت المواعيد بتاعت المؤتمر لأنه اكتملت الأوراق في هذا اليوم المحدد أول ما تقول له الموضوع الليلة دي إجابة له بالله ينتظر الإجابة وإنما يمشي الإجابة البعضية أو للسؤال البعضية طيب عمدتوا شنو لمؤسسات الغوات المسلحة والجيش الغوات المسلحة والجيش هذه مؤسسات لا تتبع للجنة التفكيك هذه تتبع لوزارة المالية وبينها وبين بإشراف وزارة المالية والغوات المسلحة وما للمالية يجب أن تأخذه وما للجيش يجب أن يكون معه ونحن الليلة حنستريد مؤسسة من المؤسسات الكبرى جدا التابعة للجيش ونعيدها للجيش لأن هذه المؤسسة نهبت من الجيش السوداني وإنه شخص اشتراها بـ 17 مليار وفي حسابه فيه 84 مليار داخل حسابه فشال من الـ 84 دي خمسة كمان ما شاء الله سواح طائر كلها دفعها للمؤسسة العسكرية وقدام سندات بـ 11 مليار ولما مش بعاف السوداني بـ 7 مليار وذي قصص لذلك المؤسسات التي أخذت من الجيش وهي كانت ملك كله نعيدها إلى الجيش والمؤسسات التي كانت تتبع للوزارة المالية وبصورة ما في فترة ما تم تتبعها إلى الجيش نعيدها إلى وزارة المالية وداء اتفاق بيننا ونغاشات مستمرة وسالكة ويومية عدد من المؤسسات الزراعية الكبرى التي تتبع للجيش هي مستعدة وده بنغاشات مستمرة لطرح وتمليك مشروعات هي قامت بتكوينة لشباب الثورة وده بنغاش مستمر مع السيد الغايد العام بأنه أعطانا مشروع زراعي في ولاية النيل الأبيض به عشرات المحاور وقال لنا اجيبوا الشباب وخليهم يأخذوا تمويل من البنوك ويستلموا هذا المشروع وغيرها من المشاريع يبقى إذن نحن لا نحتاج لأحد أنه يعني يفرط وصايته بأنه يجب أن تعملوا هذا الأمر بهذا الطريق نحن فقط نحتاج للتسكير المستمر من أبناء الشعب السوداني بأنكم يجب أن تغوموا بواجب السورة وهو واجب وهو واجب معلوم وواضح يغوم بصورة أساسية على الحفاظ على شكل الدولة وليس دعوة مؤسساتها لمواجهة بعضها البعض البعض الذي يستفز السيد الرئيس الوزراء الرجل المحترم الدكتور عبدالله حمدوك بصورة مستذرة بأزئلة بأزئلة عن ما هو دورك في استرداد المؤسسات من المؤسسة العسكرية هذا عمل يغوم به هذا الرجل بصورة يومية ونحن شهود على ذلك وهناك بعض الأشياء يمكن أن يطلع عليها الشعب السوداني وهناك بعض الأشياء يجب أن تبغى في دوائر الحكم وأن يجب أن نعلم أن الحكم ده ما أي هاجب تحصل في لحظة الناس بتقولها فيه أشياء تعلم بعد فترة فيه أشياء لا تعلم أبدا فيه أشياء تكون موجودة على مستوى الملفات السرية طبعا حيجي الزلطة والي يقول لك الشفافية ما بتسمع بكذا أبدا الشفافية في كل العالم الحاكم يعلم أشياء لا يعلمها العامة لأنه غير متاح بالاطلاع عليها لأنها تقع في فضاءات محددة نحن نحتاج باستمرار لعمل مؤسساتنا بصورة متناغمة ونحتاج لهذه الشراكة ما بين العسكريين والمدنيين ونحتاج أكثر للتناغم ما بين المجلسين السيادي والوزاري للعبور بهذه الدولة في هذا المنعرج الصعب جدا يجب أن لا يستجيب أخوتنا في المؤسسة العسكرية لما يسموه بالخطاب والاستفزازات المستمرة ولمحت ذلك الغضب عند جنرال ياسر ولكن أعلم مدى التزامه للشعب السوداني ولخطاب السورة فهو ابن هذا الشعب وابن خطاب السورة اليومي ونغاشاتنا مستمرة في هذا الجانب الأموال المستردة هي أموال طائلة وتمكن الشعب السوداني من الحياة بصورة جيدة وفي وضع أقلال فك الضائغة لكن السؤال الذي يوجه إلينا هل أموال دي عملتوا باشنو؟ هذا سؤال موجه للمكان الخطأ هذا السؤال يجب أن يوجه للشخص المناط به إدارة الأموال نحن نجيبها لكم بس ده المانديد بتاعنا إذا فوقتونا بإدارته ده يكون تفويض جديد لكن نحن نسترد الأموال ونديها للناس يديرها ويستفيدوا منها وده تفويض لنا تفكيك التمكين نعم لدينا ضعف إعلامي واضح لا نعتمد إلا على هذا المؤتمر المحضور بتابعه ملايين لكن ما بنعمل لغاءات ما بنعمل برامج ما ب موقعنا ليس نشط كل هذه الأشياء كانت بتساعد في إزالة اللبس وإزالة الغموض وحول عمل اللجنة وحول تفويض وحول تكليف أيضا اليوم في عدد كبير جدا من الغراجات من الولايات سنسكوره في ثلاثة أو أربع ولايات ونحب نشكر الولاء الذين انتهت تكليفهم من أخواننا العسكرين لأن هذا العمل صراحة قام في وقتهم ونحن للانقطاع الطويل ما نغشناه لأنه لن كانت متوقفة ونطالب ونحس أخواننا على الولاء المدنيين في كافة الولايات بأن يكون هذا العمل تفكيك التمكين وعملهم الأول والأساسي لأنه بساعدهم بصورة أساسية على استقرار الأوضاع واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا بتواجهنا في وزارة المالية وحاليا موجود الملف تاعة قدامنا بندرس فيه مئات الموظفين أمام تحت المجهر لجنة إزالة التمكين أن هذه الوزارة عطلت العمل كثيرا في استرداد الأموال وحرمت السودانيين من استفادة من هذه الأموال الطائلة والآن بدأت هذه الصورة المضادة داخل الوزارة بالوقفات الاحتياجية عن أن لجنة التمكين تريد استهداف وزارة المالية وتريد استهداف الوزارات المحددة هذه الوزارة عطلت العمل وعدد من الوزارات التي تعطل عمل الصورة سوف تكون تحت مجهر والفحص لا نظلم أحد وكنا عايزين نظلم أحد كان طلعنا الكشف ده الليلة والكشف ده عندنا نليو فترة من الزمن الكشف سيخضع لمزيد من الفحص ومزيد من اللغاءات حبر الدوائر المختلفة في الأجهزة الأمنية في الشرطة في المباحث مع كوادر الثورة ولجنة إزالة التفكيك داخل وزارة المالية لكن نحن نبشركم بأن كل الذين يعطلون عمل الصورة هم يعني لن يسمح لهم بالاستمرار لأن في البنوك وفي وزارة المالية وفي كل المؤسسات المالية بيعملوا الأيام دي في عمل تقريب منظم وانتوا بتتابعوه ولكن إن شاء الله هذا الأمر سينتهي في الغريب العاجل أيضا الإعلام في لما يفحص الإعلام طبعا نوعين إعلام حر وإعلام مضاد وترصد ونحن بناستفيد من الإعلامين على فكرة الإعلام الذي يترصد الإعلام الحر الذي يهدينا عيوبنا نحن في النهاية بشر ونخطئ وأيضا نخاف من المحاسبة ونخاف من صوت الشعب وغيره ده كل أشياء محترف بها وده كل صوت الإعلام الحر يجب أن يسلط الضوء على هذه الأمور ده إعلام مرحب به ونحن نستفيد منه الإعلام المضلل الذي يغزي الأكاذيب حول اللجنة نحن أيضا نتعامل معه بجدية ونأخذ كل معلوماته ونعيد فحصها ونشوف لماذا أطيقت هذه الإشاعة ولماذا من هو المقصود بها وباستمرار نستفيد من كل ما يغال حول اللجنة بقت نقطة أخيرة أنه لجنة إزالة التمكين بكل هذا العمل الكبير لمزيد من الشفافية ميزانيته فقط 2 مليون جنيه سوداني فقط 2 مليون جنيه سوداني وبها أكتر من 200 شخص يعملون على مدار الساعة بالإضافة لأكتر من 150 إلى 300 من القوات الأمنية اللي يجب أن يحرسون المواقع ويعملون عمليات تنفيذ مستمرة دائمنا لكم لأن الناس برضو بيتكلم عن اللجنة وعن الانتهازات نحن هذه الحوافز نمنحها للذين تركوا عملهم والتحقوا باللجنة لأن هذا نداء الثورة في ناس قفلوا مكاتبهم حقا المحامة في ناس قفلوا شركاتهم في ناس قفلوا مكاتبهم بتاعت المحاسبة في ناس قفلوا مكاتبهم بتاعت المراجعة الغانونية وغيره ديل نحن بندهم بس الحاجة اللي بتحفظ لهم الحياة بس لأنه الأموال قليلة جدا وما بتتيح أكتر من كده أكتر اللجنة في الأيام الفاتت كان بتواجه واحدة من المشاكل أنه الناس بيشتغلوا من الساعة 8 صباحا لحد الساعة 12 بالليل وفي وجبة واحدة في المبنى وغصت ضغط اللجنة الموغرة بغيادة الدكتور صلاح ووجي ويهاب بوجبة ثانية للعاملين في اللجنة لذلك اللجنة تعمل بروح السورة وبحد الكفاف ونحن نعطي الناس ما يوصلهم بيوتهم وما يغيم أودهم حتى لا تمتد يديهم ناس يعملون في مواقع حساسة وتحت جرة قلمهم تصاديك بملايين الدولارات يجب أن نعصمهم من الحوجة أيضا الحديث عن أنه الناس في الوزارات اللي جان التمكين بتاخد أموال هذا الحديث غير ساعة وإذا في أي لجنة في أي مكان أخذت أموال الناس تطلعنا مباشرة أننا سفيد من المعلومة لكن أنا بقول المطالبات دائما بالحوافز من اللي جان المختلفة هذا جزء من إرس الدولة القديمة يعني نحن لما نوضي أربع أو خمسة أشخاص لوزارة ما فالموظفين بقول لهم يا أخي اللي جان فيها حوافز ويجب أنه نحن نكتب للحوافز ويحضهم على الأمر وأحيانا يرفع هذا الأمر بإسمهم أي طلب للحوافز بإسم لجنة إزالة التمكين هذا الطلب غير معتمد ويوقع صاحبه تحت طائلة غانون اللجنة التي لا تسمح بذلك هذه اللجنة نبعت من روح الصورة وكل الذين يعملون فيها يعملون بتجرد هذه اللجنة مزؤولة من فحص زمم الآخرين لذلك يجب أن تكون زمتها وسيرتها وسيريرتها ناصعة بيضاء شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم نحن في لجنة إزالة التمكين سوف نواصل إن شاء الله في الفترة القادمة مؤتمراتهم الصحفية كما ذكر الأخ الرئيس المناوي محمد الفكي أن هناك كثير من القرارات جاهزة وسوف تكون إن شاء الله في خلال أيام القادمة سوف يكون هناك مؤتمر صحفي به كثير من القرارات نحن نواصل في أجواء قد تكون استثنائية في الفترة دي بالتحديد ولكن رغم ذلك نعيدكم من أجل دماء الشهداء نحن سوف نستمر في هذا العمل وفي هذه الأجواء الاستثنائية والثورة تحتاج والحرية لها ثمن دائما فأنا متأكد الشعب السوداني يعاني كثير ويعاني ما ورسناهم من النظام البائد من الممارسات السالبة واليوم يعني نرجع للقرارات وكان نحن أصدرنا قبل فترة الحساب التجميعي وكانت هناك آلية الصرافات هي آلية كانت يعني تعمل في تجارة العملة وهذه الآلية ما زارت مستمرة ومجموعة من الصرافات تعمل داخل السودان وخارج السودان وتم الآن في بعض الدول العربية تم القبض على بعض الشبكات وسوف يتم إن شاء الله تمليك هذه الدول بأسماء تجارة العملة في الفترة القادمة وهذه الصرافات كانت يشرف عليها محافظة البنك المركزي وهي آلية كان لها حساب في بنك التضامن فيها أموال توزع لأصحاب الحزوة ويتحكم في هذا الحساب رئيس الجمهورية ووزير المالية السابق وأيضا محافظة البنك المركزي السابق الذي أنشى الحساب بدر الدين محمود عندما كان محافظا للبنك المركزي وهذا الحساب الآلية كانت فيه مبالغ وتم سحب مبالغ رغم غرار تجميد الحسابات والآن هناك تحقيقات تجارية وهناك أموال خرجت من هذا الحساب لمصلحة أفراد ولمصلحة شركات لهم علاقة واجهات لهذا النظام اليوم نصدق قرار رغم 301 استرداد صرافات وشركات تحاويل مالية استنادا على قانون تفكيك النظام 30 من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 وفقا لسلطات لجنة التفكيك نظام 30 من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة نظر القرار آتي نصه أولا استرداد أسهم شركات الصرافة والتحاويل المالية الآتية واحد شركة اليمام للصرافة والتحاويلات المالية اثنين شركة ليرة للصرافة المحدودة ثلاثة شركة أرجيل للصرافة أربع شركة الرايد للصرافة المحدودة خمسة شركة دينار للصرافة المحدودة ثانيا تقول الأسهم لصالح وزارة المالية والتخصص الاقتصادي ثالثا على الجهاد ضد الصلاة وضع القرار ووضع التنفيذ الفريق الرقم ياصر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة هذه الصرافات هي مجموعة من الصرافات ولكن هذه الصرافات يمتلكها المؤتمر الوطني تحت الأمن الشعبي والأمن الشعبي كانت جهاز أمن موازي للأجهزة الأمنية كانت له أموال وله صرافات خاصة وله أموال في الداخل والخارج ونحن نتبع هذه الأموال وإن شاء الله نفيدكم بها في المستقبل أيضا تلاحظون الأيام أن هناك بعض البنوك لديها بعض التزمر وهناك إعلال الإضرابات من جزء من البنوك التي كانت مملوكة أصلا وتم حل مجالس الإدارة ولكن تأخر بنك السودان في تحديد مجالس الإدارة حسب الحوكمة كما أشار السيد محافظة البنك المركزي ولكن نحن ناشد في اللجنة بأن يتم زيادة المرتبات للعاملين لأن الأوضاع الاقتصادية أوضاع سيئة جدا في هذه الأيام فبالتالي زيادة المرتبات حق طبيعي للعاملين ونحن نقف مع لقان التسير وأيضا نحن لا نشجع الإضرابات نحن يجب أن نحمي الثورة ولا يجب أن نعطي زخيرة بجانيا إلى الثورة المضادة بإعلان إضرابات غير مفيدة ولكن هناك تفاوض وهناك تفاهم وهناك اجتماعات مع محافظة البنك المركزي والملاك لهذه البنوك وزارة المالية وصندوق الضمان اليوم أيضا هناك قرار رغم 289 حل مجالس إدارة بنوك استنادا على قانون نظام 30 منيو 1989 وإزالة التمكين لسند 2019 تعديل 2020 وفغا للسلطات لجنة تفكيك نظام 30 منيو 1989 واستداد الأموال العامة نظر القرار أتنصه أولا حل مجلس إدارة بنك النيل ثانيا على الجهاد ذات الصلة وضع القرار ووضع التنفيذ الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حصل عطى عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس اللجنة طبعا تعلمون بنك النيل هو من البنوك تعتبر أحدى واجهات المؤتمر الوطني يمتلكها الحاج عطى المنان وهو أيضا يعني تحصى على هذه الأموال والبنك تم رفع رأس المال للبنك والبنك كان مملوك لولاية الخرطوم يمتلك حوالي 40% من البنك ولكن لتخفيض نسبة ولاية الخرطوم تم زيادة رأس المال بضعفين فأصبحت ولاية الخرطوم تتلك 20% ولكن في قرارات مادة تم استرجاع جزء من أسهم هذا البنك وإن شاء الله ستكون قرارات لاحقة تخص شركات المدعو الحاج عطى المنان أيضا قرار إعفاء موظفين على الإدارة التنفيذية لبنك الأسرة استنادل القانون تفكيق نظام 30 مليون 1989 واستداد الأموال العامة لسنة 2019 تعديل 2020 نصدر القرار آتي نصه إعفاء الموظفين من الإدارة التنفيذية الآتي أسماهم أمال قاسم أحمد المدير العام حيدر صديق فتحر أحمن نيب المدير العام حنان الزبير إبراهيم مدير الإدارة التخطيق طاهرة ولي الدين أمين مجلس الإدارة فريال الطيب محمد مدير إدارة التسوق للعلاقات عمار عوض محمد أحمد مدير المكتب التنفيذي الفريق غياس العطاء رئيس اللجنة أيضا هناك أيضا قرار رغم 302 قرار بإنهاء خدمة عاملين بشركة خطوط جيوة السودانية تعلمون أن الشركة الخطوط جيوة السودانية كانت من أكبر الشركات وأقدم الشركات في القارة الأفريقية ولكن النظام كما تعلمون جيدا تم تحطيم هذه الشركة تماما وتم أيضا كان هناك فصاد واضح وبيع هذه الشركة لشركة عارف والآن تم استرداد الشركة وإن شاء الله في الأيام القادمة سوف تكون هناك شركة بشكل جديد وبطريقة يمكن أن تخدم الشعب السوداني والسودان بلد متسع الخدمة تعتخدات الجوية الخطوط الجوية ضعيفة جدا وأنا متأكد تماما أنه إذا نحن صبرنا على هذه الثورة المجيدة والعظيمة لا بد أن نؤسس لوطن ولا بد أن تكون هناك خطوط سودانية تخدم هذا الوطن العظيم القرار طبعا بإقالة عدد من الموظفين استنادا على قرارة نظام 30 مليون 1989 وإزالة التمكين 2019 تعديل 2020 وفغل لسلطات لجنة التفكيك نظام 30 مليون واسترداد الأموال العامة نظر القرار آتي نصه إنهاء خدمة نحن نريد أن نقرأ أسماء عدد 30 في الخطوط الجوية السودانية على الجهاد ذات الصلة وضع القرار لموضوع التنفيذ الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس سيادة ورئيس اللجنة أيضا قرار 274 قرار بعفاء وإنهاء عقب بجامعة أفريقيا العالمية طبعا تم تكوين لجنة إزالة التفكين بجامعة أفريقيا العالمية وهي طبعا تعتبر بؤرة من بؤر النظام وما زالت تعمل بكل نشاط وما زالت هناك اجتماعات تعقد داخل الجامعة والتنسيق مع من هم في مجلس الأمناء فبالتالي تم تأسيس اللجنة وتكوينها وبدت وشرعت ونشكر يعني أعضاء اللجنة وتمت رفع توصيات وإجازة قرار بعفاء وإنهاء عقب بجامعة أفريقيا العالمية استنادا على قانون تفكيك النظام الثلاثلين وإنزالة التمكين عشرين تزع عشر تعديل عشرين عشرين وفقا لسلطات لجنة تفكيك النظام 30 من عيون 1989 واستدذل الموال العامة نظر قراءة نصه أولا إعفاء وإنهاء تعاقد الآتي أسماء بجامعة أفريقيا طبعا أنا أحب أن أذكر الأسماء كمال محمد عبيد موسى طي الله الحداد حاتم محمد فضل السيد وأسامة مرغان راشد محمد أحمد سالم العوض عثمان محمد الأغبش يوسف حسن سيد سليمان عمر محمد عبد الرحمن باسان الصادق محمد احمد باشاب محمد خيري فقيري ضفع الله حسب الرسول البشير وسامة عبد الكريم. عبد الكريم اسامة عبد الكريم محمد عبد الكريم. ابراهيم الخضر حسن سالم محمد عثمان البيلي. جعفر جعفر حسن محمد بادة. حسنات عوطساتي بدر الدين محمد أحمد طاها محمد أحمد عبد الرحيم محمد أحمد عبد الحميد الباشير إسماعيل أحمد كرمنو عبد داود سليمان طبعا نسكر الأسماء لنذكر أن هؤلاء هم رموز النظام السابق ما زالوا يعملون في مجالس أمناء جامعة أفريقيا أيضا ثانيا إعفاء مجلس الأمناء السودانيين بجامعة أفريقيا العالمية مصطفى عثمان إسماعيل الفاتح عروة عبد الباصد حمز الحسن عطل منام بخيط الحاج سرايق الدين عبد الباقي سرايق الدين عبد الغفار عصام أحمد البشير عمر السماني حسن مكي محمد أحمد عبد الرحيم علي محمد أسام إسماعيل الماحي كمال محمد عبيد حسن عثمان سكوتا أيضا نزار أحمد عبد الحليم ضفع الله محمد الأمين النعيم سعد بريمه سعد محمد عثمان أحمد محجوب مهند أعضاء عبد الرحيم محمد محمد عبد الحليم رابعا على الجهاز تصل وضع القرار موضوع التنفيذ الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن عطى عضو مجل السيادة ورئيس اللجنة أيضا تعلمون وزارة الطاقة والتعدين فيها يعني التمكين غد يكون شاعر لأنه كان القطاع الوحيد يدفع أموال طائلة للعاملين بهذا القطاع فبالتالي معظم قطاعات وزارة التعدين في الكهرباء أو النفط كانت التمكين فيها بنسبة كبيرة جدا جدا بل أبناء المسؤولين كانوا يعملون في هذه الوزارات قرار 273 قرار بإنهاء خدمة عاملين وزارة الطاقة والتعديل استنادنا على قانون تفكيك النظام 30 ميون 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 وفغل لسلطات لجنة التفكيك النظام 30 ميون 1989 واستداد الأموال العامة نظر القرار آتي نصه إنهاء خدمة عاملين طبعا العدد كبير العدد الكلي 341 على الجهاد وضع القرار موضوع التنفيذ الفريغ الركم ياسر عبد الرحمن حصل عطى عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة طبعا تعلمون جيدا إنه وزارة الطاقة يعني بها كثير من الأعمال ومن ضمن الأشياء الموجودة توزيع الوقود الذي ضروه كل يوم هناك جهاد داخل هذه الوزارة وأيضا في كل القطاعات حتى في المواني نحن ندفع أموال طائلة جدا جدا على أرضيات بعض البواخر حتى العطاءات التي كانت تتم في وزارة الطاقة كانت تتم بصورة فيها نوع من المحابة ولأول مرة في ظل صورة ديسمبر المجيدة تم طرح عطاء لحوالي تزويد لمدة سبعة أشهر وعطاء عالمي لم يعقد مثل هذا العطاء منذ خمسة وربعين سنة فأنا أفتكر سيكون في تطور كبير جدا بإزالة هذا العدد الكبير من الوزارة أيضا هناك قرار رغم مئتين واحد وسبعين قرار بإنهاء خدمة عاملين من الشركة السودانية للموارد المعدنية طبعا دي سوداماين هي شركة طبعا من الشركات التي كانت تخزن فيها كل الأبناء العاملين وأيضا كل النافذين لأنه كان الشركة فيها موارد كبير جدا استنادا على قانون تفكيخ النظام 1989 إزالة التمكين 2019 تعديل 2020 وفغل للسلطات اللجنة تفكيخ النظام 1989 واستداد الأموال نضر القرار آتي نصه عدد من العاملين أيضا حوالي 55 عامل على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضوع التنفيذ الفريغ الركن ياسر عبد الرحمن حسر العطة عضو مجل السيادة ورئيس اللجنة أيضا قرار 270 بإنهاء خدمة عاملين بسلطة الطيران المدني هناك أيضا لجنة تعمل بكل نشاط ونحيي هذه اللجنة بالطيران في سودان إيرويز وأيضا مصلحة الطيران المدني وهذا قرار رغم 270 بإنهاء خدمة عاملين بسلطة الطيران المدني استنادا على قانون تفكيك النظام من يونيو 1989 وإزالة التمكين 2019 تعديل 2020 زلطات لنجل تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 واستداد الأموال العامة نظر القرار آتي نصه إنهاء خدمة كل من الآتي أسماهم هم حوالي 6 لا ريد أن أسكر أسماهم فتم طبعا إحالتهم إنهاء الخدمة أغلبهم عاملين من سفترة طويلة وهم يعيقون أي تطوير أو يعني السلطة الطيران المدني الآن يجب أن تقدم مطار خرطوم بشكل جديد وأن يكون هناك ترخيص للمطار لأن هناك إنزار لسحب الرخصة من المطار لأنه غير مواكب للمواصفات العالمية فبالتالي هناك وجود رموز النظام وهم من يشكلون يعني عوايق أساسية لهذا التطوير وهذا الترخيص لهذا المطار أيضا قرار 296 عفا رئيس وعضاء المفوضيين القوامين وحفظة الإنسان هي مفوضية لحقوق أفراد يعملون من أجل هما كان ينتمون للنظام السابق ولأسرة الرئيس السابق هذا القرار صدر لأنه لأهمية حل هذه المنظمة والتي تعمل باسم السودان في المحافلة الدولية عضاء رئيس اللواء غرار 296 عفا رئيس وعضاء المفوضيين القوامين وحفظة الإنسان وإزال التمكين لنظام 2019 تعديل 2020 وفقا للسلطات لجنة التفكيك نظام 30 مليون 89 واستداد الأموال العامة نظر القرار أتنصه أولا إعفاء رئيس وعضاء المفوضيين القوامين لحقوق الإنسان من مهامهم ثانيا توصل اللجنة بالإسراء في تعيين أعضاء المفوضيين وفقا للوثيقة الدستورية والمعايير الدولية ومبادئ باريس للمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان ثالثا على ديوان المراجعة القومي الشروع فورا في مرايجة حسابات المفوضية رابعا على الجهاد ذات الصلة ووضع القرار ووضع التنفيذ الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطة عضو مقل السيادة ورئيس اللجنة شكرا بسم الله الرحمن الرحيم التحية لشعبنا ويمكن ما دار أكرر الكلام الذكروا الرئيس المناوب من قبلي وذكروا السيد الرئيس في أنه نحن لم نتوقف إلا لأسباب تتعلق ب إعادة النظر في الجوانب التنظيمية وعملية المناولة للجهاز التنفيذي لأننا لجنة كما ذكر الرئيس المناوب نحن نزل قراراتنا ونتسلم هذه الأموال وعلى الجهاز التنفيذية أن تتسلم مننا هذه الأموال وعليها إدارتها ولكن للأسف وقع علينا عبء كبير يتعلق بإدارة هذه الأموال وحتى الآن لازلنا نقوم بهذا العب وننتظر أن أن ننجزه رغم أنه ما من مهمة ولأن هذه أمانة وأمانة عظيمة وضعها على رغابنا الشعب السوداني هذه السورة ستنتصر لا محل الذين يحاولوا أن يروجوا بأن هذه اللجنة قرصوها بالدارج كده يعني أو قرصوا أضانا أشان تتراجع أو غيره ده كله دي أماني هذه اللجنة أتت بإرادة هذا الشعب ولن تذهب إلا بإرادة هذا الشعب هذه المهمة هي مهمة عسيرة حملناها وفاءا لدماء الشهداء ولن نخون شعبنا ولن نخون هذه السيقة الكبيرة التي منحها لنا شعبنا مهما كلفنا من تضحيات حتى ولو كانت بالمهج والأرواح خلال الفترة التي تغيبنا عنها لم نصدر العديد من الغرارات التي يمكن أن تزع ولكن هذه اللجنة لأن مهمتها الأساسية تفكيك نظام السلاسين من يونيو سواء كان على مستوى السياسي أو الاقتصادي أو حتى تفكيك مؤسساته التنظيمية وقد عملناها لذلك وتم العبد على قيادات ما تسمى بقيادات المؤتمر الوطني المحلول والمباد بفعل هذه السورة العظيمة ونسترد في أموال الشعب السوداني من هذه القيادات للمؤتمر الوطني وقد استردد غمنا باسترداد منقولات وأصول ومركبات كان لا زال يتمتع بها من يسمون نفسهم قيادة المؤتمر الوطني أو الحركة المتأسلمة أو الحركة الإسلامية المبادة بفعل هذا القانون لذلك كانت هذه المهام أيضا تم الغبض على مجموعة من المتهمين والمشتبى في ارتكابهم بعمليات فساد وتم التحقيق معهم داخل لجنة التفكيك أو من قبل النيابة منهم الآمن من هو موجود في غبضة النيابة داخل حراسات النظام ومنهم من تم إطلاق صراحه بعد التحري معهم هناك أموال كثيرة تم الحجز عليها خلال الفترة الماضية هناك من تم إعادتهم من المطار وهم ينمون الهروب من السودان وهم يحملون أموال الشعب السوداني كل هذه مهام كنا نقوم بها بصمت دون أن نتحدث لأجهزة الإعلام لأن هذه الإجراءات هي إجراءات تتطلب شيء من السرية وفي نفس الوقت تتطلب بأن لا نعلن ذلك لأن هذه الشبكة وهذه الشبكة مترابطة ويرجب أن نتتبع هذه السلاسل إلى أن نصل إلى آخرها ونستريد أي مليم من أموال الشعب السوداني لصالح شعبنا لذلك نقول نحن لا نستفز في اللجنة وزي ما ذكر الرئيس المناسب نحن ما بنمشي للزولة اللي بوجهنا يعني يوجهنا شعبنا بس يوجهنا شعبنا بس والكلام اللي بتكرر دائما أنه الجناز جايين يخدروا ولا الشعب السوداني ده بعد ده بتخدر وكل الشعب السوداني شايف الشي اللي بتنفي الشارع وشايف تماما إيغاعنا ولا إيغاع حكومتنا ولا يغومنا يسحب منه صيغتنا كله ده شعبنا هو صاحب القرار وهو السيد وهو سيد الموقف وبالتالي مسألة إنه محاولة جرنا لمعارك وهمية أنتو لجنة التخدير أي نحن لجنة التخدير بنخدركم ديل أنتو لحد ما ننسوكم وندفقكم في المغابر اللي بتستحقوها أنتم من أفسدتم أنتم من نهبتم هذه الأموال وبالتالي كل يوم لما نقول أسماء ونكشف حاجات يعني بالصراحة كده حاجات يشيب لها الرأس أكثر مما هو عليه من شيء وزي ما قلت أنا مهما كنا نتوقع لم نكن نتوقع أن هذا الفساد بهذا الحجم ولي بهذه الجرأة مثلما وضعوا حساباتهم حساب داخل وزارة المالية وسموا حساب الواجهات التنظيمية يعني داخل مؤسسات الدولة تسمي حساب باسم الواجهات التنظيمية هذا يعني أنك يعني مش تجاوزت حتى احترام الشعب السوداني حتى غيم الأخلاق كيف يمكن أن يكون هناك حساب خاص لتنظيم سياسي حتى ولو كنت حاكم يا خسوية بالدس شوية لكن داخل وزارة المالية وما والكلام ده ما متسوس ولا حاجة مشفرة يعني اسمه حساب الواجهات التنظيمية وبيصرفوا ناس وزي ما ذكرنا في مؤتمرنا الصحفي ونحن حنلاحق الكلام اللي بتكرر إنه يا جماعة أنتم بتستردوا وما بتتخذوا قرار لا بنتخذ الإجراءات القانونية وهناك إجراءات الآن مدوئة وفي ناس الآن في غبضتنا وفي غبضة النيابة ويتم التحقيق معهم وزي ما قالت حتى هم يمتلكوا شنو ما قادرين الحصري ذاته ما قادر يحسروا لأن كل هذه الأموال أموال منهوبة أبراج عشرات ومئات من العقارات بل آلاف والناس سمونا أراضي أراضي لأن المسألة دي كانت هي المسألة السهلة لغسيلة الأموال اللي بتقوم بها كانت كوادر المؤتمر الوطني أو الموجودين داخل الجهاز التنفيذي للدولة لنهب أموال الشعب السوداني ولنهب الخزينة العامة أكثر من 700 إلى 800 قطعة يمتلكها شخص واحد دي الاستجاية ودي كلها مش يمتلك اشتراها خصصتها له حكومة السودان ومن الذي يخصص هو الذي كان يحكم هو الذي كان يصدر القرارات وشان كده زي ما يتفضل الرئيس والرئيس المناوي حتى داخل النهب حتى كان باسم القوات المسلحة السودانية المسأسسة باسم القوات المسلحة ولكن هذه الأموال كلها كانت تسهب إلى جيوب أشخاص وبالتالي يجب أن ينالوا العقاب ويجب أن تسترد أي أموال أيا كانت إلى أصحابها الحقيقين وشان كده كانت في شركة شواهق وهي شركة من الشركات التي كانت تتبع للصندوق الغومي للخدمات الطبية للقوات المسلح الشركة دي كانت من الشركات الكبيرة والضخمة وبالرأس ما الكبير بقدرة قادر حولوا أسهمها لشخص كان مجند بالخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ويعلوا ضابط بردبة نغيب مديراً على هذه الشركة ثم حولوا 95% من أسهم هذه الشركة التي يمتلكها الصندوق الغومي للقوات المسلحة لهذه الشركة التي يمتلكها هذا الشخص وزوجته حتى القرار تم تزوير قرار بالرغم 126 صادر من رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية صدر القرار من ضمن القرارات بتصفية شركة شواهق تم تزوير هذا القرار وإقحام شركة شواهق ضمن قرارات الشركات التي تخصص بمعنى تبع ولا تصفى ثم تمت مخاطبة جهاز التخلص من الفايل وتم تغدير لل95% من الأسهم قالوا قيمتها 17 مليون وثمانمية أو 17 مليون وثمانمية وخمسين ألف جنيه في الوقت ذات كانت في حساب الشركة 84 مليون جنيه كيف يعني في فساد أكثر من كده يعني ولذلك هذا الذي كان مجند بالخدمة الوطنية الأصباح يمتلك كل هذه الأموال وهذه التي كانت هي في الحقيقة أموال الجندي الذي كان يغاتل في الأحراش والجريح داخل القوات المسلحة والشهداء الذين استشهدوا وأسرهم من أجل هذا الشعب السوداني العظيم أموالهم تذهب إلى من إلى مجموعة صغيرة هي محصورة والآن سيحال هذه كل الإجراءات يحيلت للنيابة بقرض التحقيق والقب وعلى ضو ذلك وهذا التغيير الذي ذكرته نصدر القرار الآتي الشركة اسمها شركة كوباكت للبنى التحتية استنادا على قانون تفكيك نظام السلسين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 وفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام السلسين من يونيو 1989 واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نصه أولا استرداد أسهم شركة كوباكت للبنى التحتية لصالح الصندوق القومي للخدمات الطبية للقوات المسلحة والبالي عدد 95 سهما ثانيا على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضوع التنفيذ الفريغ الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة الانتغالي رئيس اللجنة وأنا دار أشير للذين يتحدثون أنه ننزل كأننا نحن مننجر القرارات هذه القرارات تمر بمراحل عديدة هذه فقط حيثيات القرار وليس المستندات يعني هذا الحجم من الأوراق ولذلك نقول نحن لا نخرج إلا حينما تجهز هذه القرارات تجهز بمعنى أن تمر بكل المراحل الإجرائية والقانونية حتى يصبح القرار قابل للإصدار أيضا القرار رغم 299 قرار بإنهاء خدمة عاملين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكلكم تعلمون التمكين الذي تم في هذه الوزارة وعلى وجه الخصوص الإدارة العامة للحج والعمرة وهذا القرار يشمل 14 من الإدارة العامة للحج والعمرة أيضا الغرار رغم 300 خاص بإنهاء خدمة عامل بهيئة الأوقاف ولاية النيل الأبيض دا دايوان الأوقاف القومية أذكرتم ديلا الإدارة العامة للحج والعمرة الغرار رغم 282 استرداد أسهم شركة الغديرة الإسلامية لدى شركة مطاحنة اللبيضة الحديثة هنا دعوني أنا أشكر كل اللجانة المتخصصة واللجانة الفرعية في لجانة المتخصصة واللجانة الفرعية أشكر أيضا لجنتنا في وزارة المالية التي كانت هناك محاولات حقيقة لتشويه لجنتنا في وزارة المالية لجنة تفكيك نظام السلاسين من يونيو بوزارة المالية والغرض من ذلك هو المساس باللجنة في جوهرها نحن لسنا فوق النقد نحن مع المحاسبة حققنا في الأمر الذي أسير في الوصايت في اليوم التالي مباشرة وتم التحقيق في هذا الأمر مع لجنتنا نؤكد لجماهير شعبنا أن لجنة إذالة التمكين بوزارة المالية لم تتسلم حتى الآن ولا جنيه سوداني واحد ولا أي عملة من العملات لا نغضية لا أصول من وزارة المالية وكما ذكر الرئيس المناوب نحن لا نتلقى أي دعم من أي مؤسسة من مؤسسات نحن كلينا نخاطب أي مؤسسة من مؤسسات سواء كانت وزارة المالية وغيرها عبر اللجنة المركزية متى ما احتجنا لدعم مالي لجاننا التي تعمل لجنة شمال كردوفان حقيقة وانا دا تطور في عمل لجانة تفكيك إنه لجنتنا قدمت بعض التوصيات وقبلت اللجنة توصيات المرفوعة إليها من لجنة إزالة التمكين بولاية شمال كردوفان استنادا على غانو تفكيك نظام السلسين من يونيو تسعة وثمانين وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل عشرين عشرين ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام السلسين من يونيو تسعة وثمانين واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نص أولا استرداد أسهم شركة القدير الإسلامية لدى شركة مطاحن المبيضة الحديثة والبال قدرها عشرين سهم تأولى الأسهم المستردة لصالح وزارة المالية شمال كردوفان على جهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريغ الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة الانتغالي رئيس اللينا أيضا من ضمن القرارات قرار الرغم 283 باسترداد عقارات بولاية شمال كردوفان هذه أيضا من القرارات التي تمت بناء على توصية من لجنتنا في شمال كردوفان وهي حداشر عقار تأول العقارات المستردة لصالح وزارة المالية ولاية شمال كردوفان على جهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريغ الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة رئيس اللينا أيضا هناك توصيات أيضا وصلتنا من ولاية شمال دارفور وقد وافقت عليها اللينا فأصدرت هذه القرارات القرار رغم 293 استرداد عقارات ولاية شمال دارفور استنادا على قانون تفكيك نظام السلسين من يونيو 89 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 وفغا للسلطات الممنوحة للجنة ونصدر الغرار الآتي نصه استرداد عقارات من مالك المسجل لصالح حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ولاية شمال دارفور وهي كالآتي هي 14 عقار على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريق الركني ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة وفي ذا أنا دار أقولي العقارات في شمال دارفور فوق قصة غريبة جدا جدا لابد أن نحكيها لشعبنا يعني هذه العقارات التي نغمنا باستردادها هناك أرض كان عليها حائزين يعني وضعين يدهم لكن ما مغننة تم إبعاد هؤلاء السكان وتسوية الأرض ومن ثم تقسيمها إلى قطع سكنية و هذه طبعا اشتغلت الشغل ده اللينا تم المسح وتم تقسيم القطع السكنية القريب في الأمر أن أعضاء هذه اللجنة الذين مسحوا هذه القطع قاموا بتسجيل هذه القطع التي خططوها بأسمائهم الشخصية ومسمى تم غفل الملف وكأن هذه اللجنة تم إنشاها حتى تخطط هذه المنطقة لأعضاء اللجنة الموظفين الحكومين ونحن نرد هذه الأراضي إلى أهلها بولاية شمال دارفور لوزارة المالية والتخطيط الاختصادي وطبعا بعضهم منها قد تم إنشاء مباني عليها تقول بمبانيها لحكومة ولاية شمال دارفور حقيقة في حاجات كثيرة يعني قصص لا يسمح زمن المؤتمر الصحفي بالحديث عننا أيضا قرار رغم 295 إعفاء موظفين من الخدمة المدنية استنادا على غانون تفكيك نظام السلسين من يونيو وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام السلسين من يونيو استرداد الأموال العامة نصدر القرار الآتي نصه إعفاء رئيس مجلس ومناء جامعة الهلالة الأحمر شمال دارفور منسغ العون الإنساني شمال دارفور رئيس اللجنة الوطنية مكافعة المخدرات مدير مشروع أبو حمراء الزراعي بالشمال دارفور وأيضا إعفاء موظفين بالأمانة العامة ووزارة التربية والإرصاد الجوبي بولاية شمال دارفور الفريغ الركم ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة الانتغالي رئيس اللجنة أيضا استرداد عقارات الرغم القرار رغم 294 استرداد عقارات ولاية شمال دارفور من مالكة المسجل لصالح حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ولاية شمال دارفور على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ أيضا من ضمن التوصيات بولاية شمال دارفور القرار رغم 290 إعفاء مجلس ومناه هيئة الوقاف الإسلامية ولاية شمال دارفور استنادا على قانون تفكيك نظام 30 من يوني 89 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 وفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 نصدر القرار الآتي إعفاء المسكورين أدناه من مجلس أمناه هيئة الوقاف بالولاية وهم أحمد بشير إبراهيم أحمد عبد الكبير كاكوم موسى علي عبدالله حليمة تيبين بوش آدم زكريا محمد علي الصادق أحمد عبدالله إلغاء أيضا إلغاء عضوية جمعية البر والتواصل من مجلس أمناه هيئة الوقاف الإسلامية طبعا كان دخلينها من ضمن عضوية المجلس وبالتالي أزلنا هذه العضوية وألغيناها على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريغ الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة الانتغال رئيس اللجنة أيضا في شمال دارفور القرار رغم 291 بإلغاء تسجيل وحجز أصول وممتلكات وتجميد أرصد الجمعيات والمنظمات والشبكات التالية في كافة البنوك ومصارف السودانية أيضا لغينا تسجيلة هي شبكة المنظمات والجمعيات الوطنية ولاية شمال دارفور شبكة جمعيات تنمية المرأة جمعية الهجرة الخيرية منظمة المبين للتنمية الريفية منظمة العون للتنمية والخدمات منظمة البسملة الخيرية منظمة فريتي غريتي منظمة بلسم للسلام والتنمية منظمة مشاريع استقرار الشباب المنظمة الوطنية للتعاون والتكافل جمعية الخريج المنتج استرداد كل الممتلكات المنظمات والجمعيات محل القرار لصالح وزارة المالية ولاية شمال دارفور تقول الأصول النقضية لوزارة المالية ولاية شمال دارفور بعد استفاء استحقاقات العاملين والمشروعات القائمة غبل صدور القرار ما لم تكن مخالفة لأهداف هذه الصورة تتولى مفوضية العون الإنساني إنشاء آلية لإكمال الإجراءات دون مخالفة أهداف المشروع دي المشاريع القائمة على الجهات ذات الصلة ووضع القرار موضع التنفيذ قرار رغم 279 أيضا من ولاية شمال كردفان وده برضو كلام غريب فيها جماعة مشروع في ولاية شمال كردفان يسمى مشروع تطوير سلاسل الغيمة الزراعية شاهدوا الاسم جميل كيف مشروع تطوير سلاسل الغيمة الزراعية هذا المشروع مشروع إمكانياته كبيرة جاي بمنحة من بنك التنمية الأفريغي القروش اللي استحبت من المشروع حتى الآن 898 ألف يورو بالإضافة إلى مبلغ 114 ألف يورو 114 ألف يورو اشتروا بيع عربات 898 ألف يورو صرفوا فوقا 622 ألف و735 يورو مصروفات إدارية أين المشروع؟ لا يوجد الآن مشروع عليه كل هذه الإجراءات تمشي للإجراءات جهات الغانونية المختصة ولكن كان لابد من إصدار هذا القرار بإعفاء منسق مشروع تطوير سلاسل الغيمة الزراعية ولاية شمال كردفان استنادا على غانون تفكيك نظام الثلاثل من يوني 89 وإزالة التمكين لألفين وتسعة طهر تعديل 2020 ويفغل لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثل من يوني نصدر القرار الآتي نصه إعفاء أحمد جاد المولى مفرح جاد المولى من منصبه كمنسق لمشروع تطوير سلاسل الغيمة الزراعية ولاية شمال كردفان ثانيا على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ أيضا في شمال كردفان وبناء دي كلها بناء على التغارير المرفوع علينا من لجنة تفكيك نظام الثلاثل من يونيو بولاية شمال كردفان إعفاء مدير مؤسس الشمال كردفان للتمويل الأصغر استنادا على غانون تفكيك نظام الثلاثل من يونيو 1989 وإزالة التمكين لعام 2019 عطاهر تعديل عشرين عشرين وفغل لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثل من يونيو واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نصه إعفاء الشريف أحمد الشريف كافي من منصبه كمدير لمؤسسة شمال كردفان للتمويل الأصغر ولاية شمال كردفان على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريغ الركني ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة أيضاً الغرار رغم 281 بحل مجلس إدارة مؤسسة شمال كردفان للتمويل الأصغر أيضاً الغرار رغم 278 بحل لجنة تسيير مشروع تطوير سلاسل الغيمة الزراعية وإلى الشمال كردفان اللجنة التي تسيير هذا المشروع استناداً على غانون تفكيك نظام الثلاثل من يونيو 89 وإزالة التمكين 2019 تعديل وفقاً للسلطات اللجنة نصدر القرار الآتي نصه أولاً حل لجنة تسيير مشروع سلاسل الغيمة الزراعية ولاية شمال كردفان ثانياً على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريغ الركني ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة الغرار رغم 272 خاص بإنهاء خدمة عاملين بوزارة الشباب والرياضة وكما تعلمون أن النظام المباد بفعل هذه السورة العظيمة كان يعاول كثيراً على هذه الوزارة ويعتبر هذه الوزارة زراع من أزرعه في السيطرة على الشباب والتحكم في الشارع وأيضاً في زي ما هم بسموه الاستقطاب لما يسمى بالحركة الإسلامية والمؤتمر اللاوطني المحلول وبناء على التوصية ننهي خدمة 22 من العاملين بوزارة الشباب والرياضة أيضاً القرار رغم 266 قرار بإنهاء خدمة عاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس نحن كان في مؤتمرنا السابق أصدرنا بعض القرارات من ضمنها إنهاء خدمات بعض العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وقلنا نحن لسا شغالين الآن بعد اكتمال أيضاً الإجراءات التي تتعلق بالمراجعة وغيرها داخل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس نصدر القرار رغم 266 قرار بإنهاء خدمة عاملين بالهيئة السودانية ومواصفات المغاييس استنادا على قانون تفكيك نظام السلسين من يونيو 89 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 وفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام السلسين من يونيو استرداد الأموال العام ونصدر قرار الآتي إنهاء خدمة العاملين الآتي أسمعهم بالهيئة السودانية ومواصفات المغاييس 23 من العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمغاييس نحن لابد نمهد لهذه الثورة أن تصل إلى أهدافها لابد من إزالة كل ما يعيق أهداف هذه الثورة داخل المؤسسات التمكين التي أنشأها النظام السابق والتي مكن بها كوادر النظام حتى ظل حاكماً طوال الثلاثين سنة والآن يحاول من خلال هذه المجموعات التي مكنها داخل مؤسسات الخدمة المدنية من إعاغة عمل السورة ونحن بنقول إذا قالوا أنتوا والله أنتوا خوفتكم المواكب خوفتكم الجماهير عشان كده بتمشوا تصدروا في القرارات نحن خوفتنا المواكب وخوفتنا الجماهير وبنخاف من الجماهير وبنخاف من المواكب لأننا كلفتنا بأن نصدر مثل هذه القرارات وإن لم نصدر مثل هذه القرارات فلا مكان لنا في هذه اللجنة لأننا لا نشبه هذه الثورة العظيمة التي يجب أن تصل إلى أهدافها قرار رغم 298 إعفاء عاملين بإغطاء الكهرباء استنادا على غانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 ووفق لسلطات لجنة التفكيك وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة نصدر القرار الآتي نصه أولا إعفاء الآتي أسماهم من العاملين بقطاع الكهرباء قطاع الكهرباء مقسم إلى مجموعة من الشركات كل هذه الشركات وشملتها هذه القوائم 412 عامل بقطاع الكهرباء 412 عامل بقطاع الكهرباء ثانيا على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريق ياسر الركن ياسر عبد الرحمن حسن العاطة عضو مجلس السيادة للانتغالي رئيس اللجنة ونحن بنفتكر أنه كاننا لابد أن نصدر مثل هذه القرارات لأن مثل هذه الأعداد الكبيرة التي توجد داخل هذه المستساسات الاستراتيجية هي التي تعيق حقيقة السورة من الوصول إلى أهدافها وهذا لا يحتاج إلى شرح سواء كان في قطاع البترول أو سواء كان في قطاع المعادن أو في قطاع الكهرباء السورة قالت حرية وسلام وعدالة حرية وسلام وعدالة وحينما هتف السور بهذه الشعارات كانوا يريدونها واقعا حقيقيا حققنا الحرية ونحن الآن في طريق السلام وفي طريق العدالة ولكن طريق العدالة تغف في مواجهته كثير من المعوّغات ولذلك قلنا بإعادة هيكلة أجهزة العدالة ومؤسسات العدالة في الفترة الماضية صدرنا قرارات تعلّغت بالنيابة ووزارة العدل واليوم وبعد أن قمنا بتشكيل لجنة داخل السلطة القضائية من السلطة القضائية ويرأسها قاضي للمحكمة العليا جلست هذه اللجنة بعضويتها المكتملة ونظرت في بعض الملفات داخل السلطة القضائية لتبين لنا من خلال التغارير إذا كانت هناك عملية تمكين أو عملية فساد سواء كان فساد إداري أو غيره وتغدمت لنا هذه اللجنة قبل أن قلت بشيء بالرأس أكثر قاضي اطلعوا على الملفات الخاصة بالقضاء في ملف يسمى الملف الخدمة أو الملف السيار وتاني في ملف السري لكل قاضي من القضاء وكانت الفاجعة أن بعض القضاء كانوا يعملون بجهاز الأمن والمخابرات وبعضهم تلقى دورات تدريبية في السلاح والتأمين الذاتي وكل هذه الشهادات موجودة داخل الملفات وبعضهم كان ينتدب للقيام بمهام خارجية وغيرها لذلك وصل السلطة القضائية والقضاء السوداني ما وصله من رزاس ونحن نعتز بقضاء السوداني حقيقة وبنعتز بأن القضاء السوداني ينطفط ويغوم ويصبح غادراً بأن يحاكم الحاكم والمحكم وأن يتساوى الجميع أمام القانون ولكن تسييس السلطة القضائية والغريب إن وجدنا داخل هذه المستندات قاضي بدرجة عالية جداً جداً يرأسه بالتنظيم داخل السلطة القضائية موظف في درجة دنيا كيف يمكن أن يكون هذا القاضي الذي يصدر الأحكام وهو قاضي محكمة في درجة عالية يرأسه تنظيمياً موظف داخل السلطة القضائية هذا وضع مختل أيضاً كانت هناك كتائب للتأمين الزاتي كتائب تسمى بكتائب التأمين الزاتي تخيلوا القضاء يقوم بالتأمين الزاتي مش لأخش خاصهم حتى للمباني والشارع النيل وغيرهم وكانت توضع الخطط الأمنية داخل السلطة القضائية سبت تماماً أن ما يسمى بالإدارة القانونية عندنا بالمستندات أو إدارة بسموها أمانة العدل بالمؤتمر اللاوطني المحلول إن كانت تشرف إشرافاً مباشراً على هذه المجموعة داخل السلطة القضائية وبالتالي كان القضاء يتأثر سياسيا ولذلك وصل الرزاز يا جماعة دارين نقول السلطة القضائية وقضان بخير وحيظل بخير بعد هذه السورة وعشان كده كان لابد أن تصل أياد الإصلاح الجهاز القضائي والسلطة القضائية ولكن بمن؟ بالسلطة القضائية نفسها دون تدخل سياسي من أي مؤسسة سياسية ولذلك كانت هذه اللجنة التي نكن لها كل تقدير واحترام وخرجت لنا ببعض التوصيات التي هي تتعلق بإعفاء بعض القضاء من السلطة القضائية أنا حقيقة تدار أدي ملاقص بيورقة صغيرة طيب قرار رغم تمانية وستين إنهاء خدمة قضاء بالسلطة القضائية استنادا على غانون تفكير نظام السلاسين من يونيو تسعة وتمانين وإزالة التمكين لألفين وتسعة تاشر تعديل لعشرين عشرين ووفقا لسلطات لجنة تفكير نظام السلاسين من يونيو تسعة وتمانين واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نصو إنهاء خدمة العاملين الآتيات تسمعهم بالسلطة القضائية عندنا تسعة وتلاتين قاضي محكمة عليا تمانية وتلاتين قاضي محكمة استئناف تلاتين قاضي محكمة عامة تمنتاشر قاضي محكمة الدرجة الأولى أربعة قضاء قضاء جزئيين من الدرجة الثانية وخمسة قضاء من الدرجة السالسة المجموع مية أربعة وتلاتين قاضي على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريغ الركم ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة الانتغالي أيضا أصدرنا قرارا بإنهاء عقودات بعد المتعاقد معهم بالسلطة القضائية في قضاء تعاقد كخبرات أنهينا عقد سبعتاشر من القضاء المتعاقد معهم بالسلطة القضائية يبقى سبعتاشر ومئة أربعة وثلاثين يصبح العدد مئة واحد وخمسين ونحن نقول أنه بهذه الخطوة نكون قد مهدنا حقيقة لتحقيق عدالة وطمأنينة وهذه الأسماء أنا دار أقول الموجودة في هذا الكشف يعني إذا بعدين الناس إرفوها لاحقا لن يتعجبوا بأنه فعلا كان في متارس داخل السلطة القضائية واستقلال السلطة القضائية نحن نعتز ونقول أنه للغضاء السوداني يجب أن يعود كما كان ويجب أن نعتز بغضاءنا وكون وجدنا مثل هذا النوع من الفساد هذا لا يغضح من السلطة القضائية ككل لا يزلنا نسق في هذه السلطة لا يزلنا نسق في القضاء الموجود علينا بأن نمهد لهم الطريق حتى يعيدوا للسلطة القضائية سيرتها الأولى وهي زي ما أقوله الحاجة الأخيرة المفترض لها الشعب السوداني ويسق فيها الغرار رغم مئتين خمسة وسبعين استرداد أسهم شركة أوزيا الصناعية المحدودة ودي كمان قصة ودي كمان قصة شركة أوزيا هي قصة حقيقية قصة حقيقية آآ دارين نحكيها لجما يرشعب أنا هذه القصة تبدأ شركة قصة أوزيا مع الصناعية المحدودة بما يسمى بخصخصة مؤسسات القطاع العام وهينما بدأ خصخصة البنك العقاري تم بيع البنك العقاري لشركة جمعة الجمعة طوالي خش شريك مع جمعة الجمعة وتم اغتسام البنك العقاري خمسين في المئة خمسين في المئة نسبة المساهم بتاعتهم في البنك العقاري ثم بعد ذلك لم يسجلوا مساحات من العقارات وبعض الأصول من ضمن أصول البنك العقاري وإنما تم تحويلها بدلا من أن تظل لأن التحويل يتم للأسهم لا هم حولوها لأسماء شركة ثانية وسميت ثم أسسوا شركة هي مؤسسة دانفوديو الغابضة ودانفوديو الغابضة شاركت جمعة جمعة أسس شركة دانفوديو الغابضة ثم تخلى عن الدوع شال حقهم من منظمة الدعوة الإسلامية مغابل عشر مليون دولار ستة وتلاتين مليون دولار وتلتمية عشر مليون دولار دفعت نغدا وباغي ستة عشر مليون عملوها أصول الأصول اللي قالوا صدروا مننا أعادوا تصدير جزء مننا ولكن الجزء الثاني برضو ما رجع لجمعة جمعة سيجلوا بشركة سمى شركة العمران وشركة العمران ما سجلوا بأسماء الحاجات تخلوها باسم شنو دانفوديو المفترض تمشي لأسم جمعة جمعة بعد فترة بقت لشركة العمران بعد ما لقوا وحملوا شركة العمران التزامات مالية قالوا يحولوها لشنو لشركة تانية عملوا شركة أوزيا الصناعية وخاطبوا منظمة الدعوة الإسلامية بأن تحول الأسهم بدلاً عن شركة العمران إلى أوزيا وعملوا بغادي تصفية للعمران واتضح أن العمران بقت ما عندها أصول الدائنين ما عندهم قلوش أوزيا أصلاً في حقيقة ذاتها هي أموال منظمة الدعوة الإسلامية وجمعة الجمعة وهؤلاء الملاكة الجدد لم يكنوا يمتلكون شيئاً أراضي تجاوزت أكثر من يعني على سبيل المثال في المنطقة الصناعية الخرطوم كانت في قطعة 57 ألف متر للأسف قسموها وباعوها والباع باع وزي ما بقول تفرغ الدم بين الناس أيضاً هناك قطعة أرض كانت بإسم شركة العمران بمساحة 5 ألف وستمائة وعشرين الآن نحن نسترد هذه المساحة أيضاً والأصول بتاعتها وكل الآليات الموجودة لهذه الشركة هذه الشركة تسجلت بإسم خالد صلاح محمد صالح خالد صلاح محمد محمد صالح وزوجته خمسين في المئة خمسين في المئة من الأسهم نحن نصدر القرار ونعيد هذا المال للشعب السوداني غرار رغم مئتين خمسة وسبعين استرداد أسهم شركة أوزيا الصناعية طبعاً عندها أصول كثيرة جداً جداً من الآليات والأراضي استناداً على غانون تفكيك نظام السلاسين من يونيو 89 وإزالة التمكين 2019 تعديل 2020 ووفقاً لسلطات اللجنة ونصدر القرار الآتي نصه استرداد كل أسهم شركة أوزيا الصناعية المحدودة المبينة على النحو التالي خمسين سهم من خالد صلاح محمد محمد صالح وخمسين سهم من سارة محمد عبد الغادر تقول الأسهم محل القرار لصالح حكومة السودان وتسجل باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثالثاً على الجهاد زاة الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريغ الركني ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة الانتغالي رئيس اللجنة أنا ماذا رقي فالكلام ده الناس بيتكلموا أنه والله يا أخي هذه الأموال ما ظهرت يا جماعة الأموال دي كلها في إيدنا حس الشركة الأصدرنا الغرار في إيدنا من أكثر من شهرين وعليها حراسة وكل أموالها مجمدة وغيرا من المساكل نحن محتاجين من يستلم مننا هذه الأموال هذه ليست مهمتنا نحن ليسنا وزراء للمالية ولا وزراء ولا محافظين للبنوك نحن لجنا تسترد هذه الأموال لتعيدها للخزينة العامة وعلى الغيمين على الخزينة العامة أن يتسلموا مننا هذه الأموال هذه أموال طائلة وكبيرة يمكن أن تحل مشاكل كبيرة جدا نحن عغارين بس قيمتهم لا تغير عن 200 مليون دولار مستردة وموجودة وفي إيدنا زي ما قال الرئيس المناوب أكثر من 120 موقع الآن في إيدنا الآن بعض الشركات نحن قاعدنا تشغيلها شغالة مصنع فوكس للزيوت شغال مسترد وهو بشكل 50 إلى 60% من حاجة السوق شركة دانفوديو للبترول شغالة الآن في مناطق البترول بعد أن قمنا بتفويض من خلال وزارة المالية منحت تفويض لوزارة الطاقة والبترول تدير هذه الشركة شركة رامل الطاقة مستردة الآن مدارة عفراء مول الآن مسترد نحن الآن بنديروا لحد ما يستلموا مننا كل هذه أموات الغرار رغم 276 استرداد عقارات هذه العقارات هي أيضا مملوكة لخالد صلاح محمد محمد صالح الذي أسس هذه الشركة والتي تسمى بشركة أوزية صناعية المحدودة مساحات وأراضي مختلفة عندنا هنا 15 قطعة نحن نستردها لأنها هي لم يكن يتملك أي شيء قبل امتلاك هذه الأموال التي هي في الأصل هي أموال الشعب السوداني نردها إلى شعبنا 15 قطعة أرض في مناطق مختلفة قرار رغم 288 حل مجلس إدارة أفتكر بن كنيل القرار رغم 277 قرار بإنهاء خدمة عاملين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أيضا هناك عدد من العاملين بمجمع الفقه الإسلامي عددهم عشرة ونحن بموجب هذا القرار بننهي خدمات عشرة من العاملين بمجمع الفقه الإسلامي درجاتهم من الأولى وحتى الثاني عشر قرار رغم 287 إنها إلغاء تعينات وإنها خدمة موظفين وده أيضا بنان على تقارير لجنتنا بولاية غرب كردوفان غرب كردوفان استنادا على غانون تفكيك نظام الثلاثين من يوني تسعة وتمانين وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 ووفقا للسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة نصدر القرار الآتي نصه إلغاء تعينات المسكورين أدناه لمخالفتها للقانون بولاية غرب كردوفان ثلاثة درجاتهم من الرابعة والخامسة والرابعة أيضا إنها خدمة عاملين مدراء وأحدهم بالدرجة السابعة اتنين خمسة من العاملين بولاية غرب كردوفان قرار رغم 286 إلغاء ترقيات في ناس طبعا تمت ترقياتهم بطريقة ما صحيحة في ولاية غرب كردوفان وبناء على التوصية المرفوعة علينا من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بولاية غرب كردوفان نحن بنصدر قرار الآتي القرار رغم 286 إلغاء الترقيات الاستثنائية للمسكورين وهم أربعة منح ترقيات استثنائية في العام 2012 والعام 2013 وعلى ديوان شؤون الخدمة إنه يراجع الدرجة التي يستحقها بعد إلغاء هذه الترقيات الاستثنائية في العام 2012 والعام 2013 على الجهات ذات الصلة وضع القرار وضع التنفيذ قرار رغم 285 أيضا بإنهاء خدمات أو إنهاء خدمة بعض العاملين بولاية غرب كردوفان وهم ستة بدراجات مختلفة بناء على التوصية المرفوعة علينا من ولاية غرب كردوفان أيضا القرار رغم 284 إعفاء موظفين بولاية غرب كردوفان وفقا للسلطات الممنوحة علينا وبناء على التوصية المرفوعة من لجنة زالة التمكين بولاية غرب كردوفان نظر القرار الآتي نصه إعفاء الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بولاية غرب كردوفان إعفاء مفوض العون الإنساني بولاية غرب كردوفان إعفاء أمين مجلس الأشخاص زوي الإعاقة وكذلك بالولاية على الجهات ذات الصلة وضع القرار ووضع التنفيذ الفريق الركم ياسر عبد الرحمن حسن العطى عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة أيضا هناك القرار رغم 292 باسترداد أصول منظمات استنادا على قانون تفكيك نظام السلاسين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 ووفقا لسلطات اللجنة نصدر القرار الآتي نصه أولا استرداد جميع الأصول العقارية والمنقولة للجماعيات والمنظمات والاتحادات والروابط التي شملها القرار رغم 49 الصادر من مفوض عام العون الإنساني مسجل المنظمات في 11-11-2019 والغادي بإلغاء أو تسجيله حيث تستردى الأصول والأموال لحكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ولاية شمال دارفور هي أصلا منظمات تم حلها بعض الأصول الموجودة في هذه الولايات من خلال وجود هذه الفروع للمنظمات المحلولة وبالتالي نصدر القرار بعلولة هذه الأموال لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية شمال دارفور والمنظمات هي منظمة العون الإنساني والتنمية الجمعية الإفريغية لرعاية الأمومة والطفولة منظمة البر والتواصل منظمة رعاية النزيل المؤسسة الصحية العالمية منظمة مرافئ الخير منظمة الإصلاح والمواساة منظمة الرعاية الصحية الشاملة مرافئ الخير للسلام الإحسان لرعاية وكفالة الأيتام منظمة الفجر الخيرية منظمة السلام والتنمية العالمية منظمة المساعي الحميدة منظمة آن السودان رابطة المرأة العاملة الاتحاد الوطني للشباب السوداني الاتحاد العام للطلاب السودانين ثانياً على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ حقيقة في ختام أنا دار أكرر وأقول إنه لجنة تفكيك نظام السلسين من يونيو تعمل بجنة وعلى توافق تام والناس اللي يتمنوا لهذه اللجنة إنها تتفرتق نحن متماسكين نعمل بروح الفريغ لم نختلف في يوم من الأيام وإن شاء الله لن نختلف إيماننا بهذه الثورة واحد ننطلق من خط شروع واحد لن نتراجع عن تحقيق أهتاف هذه الثورة العظيمة التي طحها من أجلها الشهداء والتي قدم من أجلها حتى الأحياء الجرحى منهم دماء قالية من أجل أن يعيش الشعب السوداني لا من أجل أن يموت وإذا أردنا لهذه الثورة أن تنتصر فيجب أن نسير وبشكل واضح تجاه الهدف الذي نريد هدفنا تفكيك نظام السلاسين من يونيو وإغامة دولة مواطنة حقيقية في هذه البلاد وتحقيق السلام لا نميز بين المواطنين ولا نميز ولا تميز الدولة بين المواطنين لا على أساس العرق لا على أساس اللون أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو الجهوي أو الإغليمي أو قبيلي هذه هي الدولة التي حلم بها السوار ولازلنا نحلم بها ونحن نسير نحن متفائلين أننا قادرين على تفكيك نظام السلاسين من يونيو وكما نكرر سامولة سامولة وأن يختفي وتختفي كل آثار ذلك النظام الذي تم بنائه طوال السلاسين عاما ويغيم الشعب السوداني الدولة التي يتمنىها ويحلم بها ووقتها نقول الحمد لله أكملنا المهمة والسلام عليكم ورحمة الله